استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا استمر قربة العشر ساعات لمناقشة عدد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية ذات الأولوية لدى المواطن المصري وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ببشيخ زائد كان على رأس الموضوعات التي تناولها الاجتماع القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإذرار موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني من أجل توصل إلى مقرحات تدعم مواقف مصر ثابتة والمستمرة في مواجهته وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها في هذا شأن أكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري الذي تميز بالصلابة والجدية مشددا على أهمية وضرورة استمرار الاستفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الرهنة